دليل التنصير المؤلف ربا دهود مجيد قعوار جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف الفصل الثالث تاريخ التنصير أي التبشير الجزء الثاني المسيح والتلاميذ لم يكن المسيح الشخص الوحيد الذي أرسل لتبشير خراف إسرائيل الضالة في تلك الفترة وإنما ذكر الكتاب المقدس النبي حنى بنت فنؤيل وزكريا رئيس الكهنة وابنه يحنى المعمدان يحيى عليهما السلام ففي إنجيل متى ثلاثة واحد يقول وفي تلك الأيام جاء يحنى المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات وقد كان ليحنى المعمدان تلاميذ يدربهم كما ليسوع المسيح استخدم المسيح أسلوب إرسال مجموعات من التلاميذ أي الحواريين الذين كانوا تحت تدريبه مباشرة كي يذهبوا إلى العالم ويخبروا بالبشارة السارة كما هو مذكور في إنجيل لوقى عشر واحد فيقول وبعد ذلك عين يسوع سبعين آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي فقال لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فيرجع إليكم وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعل مستحق أجرته لا تنتقلوا من بيت إلى آخر وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم نلاحظ من هذا النص النقاط التالية يجب على المبشر أن يكون لديه مرافق وهذا المرافق يعينه ويساعده إما نفسيا أو عمليا فنفسيا يكون سندا له في الغربة وعمليا إما بمساعدته أو مراقبة أعماله وتقويمها في حال وجود أي خطأ وتشجيعه على عمله باستمرار لم يرسل المسيح تلاميذه إلى مدينة واحدة وإنما فرقهم إلى عدة مدن لإيصال الرسالة ثالثا تشبيه الناس بالزرع الذي يحصد وأن المبشرين هم الذين يزرعون الرسالة في الحقول رابعا ينبه المسيح تلاميذه بوجود عوائق ومحا وصعوبات فهو يشبههم بحملان بين ذئاب خامسا سبب أمر المسيح تلاميذه بعدم أخذ أي مزود أو التسليم على أحد كي تكون رسالتهم مركزة وأن لا يهتموا بالمادة والشكل والمظهر وإنما يهتمون بالرسالة المعطالهم لإيصالها للناس سادسا عدم الانتقال من بيت إلى آخر حتى لا يثقلوا بالعزائم ورسميات الزيارات وإنما هم في هذه المدينة لعمل ما ويحتاجون للاستقرار والوجود في مكان واحد سابعا إذا لم يقبلهم الناس فعليهم عدم إجبار أحد والخروج من تلك المدينة ثامنا الرسالة هي اقتراب ملكوت الله أي دعوة الناس للتوبة كان بطرس من أحد التلاميذ المتمردين لدى يسوع فقد كان إنسانا مندفعا ومتسرعا ولكن أثناء وجوده مع المسيح بدأت حياته تتغير وأصبح من أكثر الناس تربية وصلاحا وقد اختاره المسيح أن يكون الأساس أو الصخرة التي يبني عليها كنيسته كما في إنجيل مدى 16-8 وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وقد كان بطرس أول واعظ بعد صعود المسيح وقد آمن على يديه أكثر من ثلاثة آلاف شخص في خطبته الأولى ويعتبره المسيحيون الكاثوليكيين أول بابا وفي نهاية رسالته أعطى المسيح الوكالة لتلاميذه كما ذكر في متة وأمرهم أن يذهبوا إلى العالم أجمع ليبشروا الناس بمجيء الملكوت وأن يعمدوهم بعد إيمانهم وتعليمهم وصايا المسيح وهذا ما تم فعلا في مركز 16-15 يقول وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها بمعنى أن المسيح ارتأى أن التلاميذ جاهزين للخروج والخدمة والتبشير وبعد يوم الخمسين من صعود المسيح إلى السماء حل الروح القدس على التلاميذ وكانت هي القوة التي دفعتهم للخدمة والتبشير فكان بطرس أشجع رجل وقف أمام الجماهير الغفيرة لينادي بالتوبة وبدأت الشركة ما بين التلاميذ والمؤمنين الجدد ويجب أن نشير أن ما ساعد في إنجاح المؤمنين في التبشير هو التعليم فعلى المبشر أن يعرف المادة التي يتحدث فيها مع الآخرين وقد ساعدت الشركة والوحدة فيما بينهم على خلق قوة أمام الشعب والاستعمار الروماني وهذا عزز ثقة النفس بهم وأخيرا الصلوات كانت حافزهم ومصدر قوتهم ففي أعمال الرسل 34 يقول ولما صلوا تزازع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة كانت لديهم الجرأة والشجاعة في الحديث علنا دون خوف مما أدى إلى ثورة الشعب وغضب الكهنة واليهود منهم وابتداء الاضطهاد كان استيفانوس أول شهيد في المسيحية وبالرغم من ضراوة الاضطهاد إلا أن التلاميذ والمسيحيين لم يستخدموا العنف في أول الأمر وكان هدفهم هو إصال كلمة الإنجيل لليهود فانحدر منهم إلى السامرة لأنهم وجدوا قبولا من الناس وكان فيليبوس هو أول من فتح بابا للمبشرين الآخرين في تلك المنطقة وبعدها اتجه إلى غزة جنوب فلسطين حيث قابل الحبشي أحد قادة الجند الذي آمن به وتعمد على يديه ومن ثم وجد فيليبوس في أشدود ثم قيصرية وفي تلك الفترة حدث ما لم يكن بالحسبان فقد كانت المسيحية تقتصر فقط على اليهود الذين آمنوا بالمسيح ولم تكن تسمى ديانتهم مسيحية بعد وبدأ اليونانيون بالشعور بالفضول لما يحدث مع اليهود الذين حولهم وكان هناك نقاشا ما بين التلاميذ والمؤمنين إن كان بالإمكان إيصال الرسالة إلى غير اليهود أي الأمميين وأخيرا حلم بطرس حلما غريبا سبب انعطافا كبيرا في تاريخ البشرية والحلم موجود في أعمال الرسل 10-9 إلى 16 كان اليهود لا يختلطون بالأمميين غير اليهود وبعضهم كان يعتقد أنهم من النجسي أن يكون هناك علاقة أو احتكاك بينهم بالضبط كأكل اللحم الخنزير أو الحيوانات الجارحة وكان من هؤلاء اليهود بطرس المتشدد لليهودية فجاءت هذه الرؤية بمثابة نداء له وتغيير معتقداته من ارتكاب النجاسة بأكل المحرمات اليهودية إلى إباحتها ومعناها أنه يمكن لليهود الإختلاط بغير اليهود وتبشيرهم بيسوع المسيح أدت هذه الرؤية إلى تحويل إيمان اليهود بالمسيح إلى غير اليهود ولكن بتحفظ شديد إلى أن جاء بولوس وروج فكرة تبشير العالم أجمع دون تفريق بين يهودي وغير يهودي وكان كارنيليوس قائدا رومانيا هو أول من آمن مع عائلته من غير اليهود على يد التلميذ بطرس وفي عام 42 الميلاد ذهب التلميذ بمرقص إلى مصر لنشر معتقداته